السودان بثوب علماني هذه الدولة الشاسعة الغنية بالموارد والمكونات العرقية والدينية ستخرج إلى العلن قريبا ربما بشكل جديد حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وقعت إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير ونقلت وكالة الأنباء السودانية سونا على موقعها الرسمي البيان المشترك الصادر عن الجانبين الذين اتفقوا أيضا على وضع خريطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية خطوة أخرى تخطوها حكومة السودان المؤقتة ناحية حكيك السلام بعد توقيع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبدالعزيز الحلو جوهر الاتفاق يقر مبدأ فصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل للبلاد أو منح حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة في حالة رفض الخيار الأول حسب ما تسرب من تقارير فإن الاتفاق الحالي يتضمن بنودا منها إعلان السودان بلدا متعدد الإثنيات والأعراق والأديان والثقافات والاعتراف بهذه الاختلافات واستيعابها حماية القانون للمساواة السياسية والاجتماعية لجميع السودانيين إقامة دولة ديمقراطية يقوم فيها الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير وحرية المعتقد والعبادة يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق بوضعهم الذي يتضمن الحماية الذاتية حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع وإلى حين تحقيق الفصل بين الدين والدولة يتفق الطرفان على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام لحين الاتفاق على الترتيبات الأمنية وجوب تحقيق التكاسم العادل للسلطة والثروة بين السودانيين من خلال الدستور يأمل السودانيون أن يسوي هذا الاتفاق والخلافات بينهم لا سيما عناصر حركات التمرد الذين ينتمي معظمهم إلى الأقليات غير العربية التي انتقدت الهيمانة العربية على حكومة الخرطوم في عهد البشير إلى الخرطوم السيد عثمان مرغاني الإعلامي والمحلل السياسي سيد عثمان أهلا بك معنا في الحرة الليلة شكرا على قبول الدعوة إذا كانت صفحتك في الفيسبوك صفحة حقيقية قلت إن هذا هدف جميل في قلب المرمى على السيد حمدوك أن لا يلتفت للجمهور ويذهب مباشرة لتحقيق هدف آخر ما الذي تعنيه؟ نعم هي الصفحة حقيقية والذي أصدفه أن الاتفاق الذي وقع اليوم الآن يجب أن يتجاوز الجدال المستمر وهو جدال ليس جديدا هو جدال للستمرة استهلك عمر السودان المستقل منذ حوالي أربع أكثر من ستين عاما جدال حول قضايا تبدو في نظرتها العامة فلسفية أكثر منها عملية تتعلق بواقع السودان الموجودة الآن والآن قضية الفصل بين الدين والدولة وقضية علمانية الدولة وما إلى ذلك هي مثال التنافس أو ربما احتكاك سياسي مستمر نتج عنه الواقع المزري الذي عيشه السعب السوداني الآن يمكن هذا الاتفاق أن يتجاوز هذه النقطة وحسنا أنه تجاوزها في زمن وجيز يعني الاتماع الذي تم بين الدكتور عبدالله الحمدوك رئيس الوزراء الانتقالي والسيد عبدالله الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير سودان الشمال لم يستغرق سوى ساعات وتجاوز هذه النقطة وهذا ما كنت أطالب به بصورة مستمرة ألا تكون هذه النقطة حجرة عثرة أمام الوصول الاتفاق السلام لأنها نقطة لا تأثير لها على واقع السوداني السودان دولة متعددة والإثنيات والأعراق والأديان وظلت كذلك مدة طويلة دون أن يحس المواطن بالنوع في حاجة إلى شعار أو إلى عنوان يحدد نوع الدولة خلال سنوات طويلة من التعايش والتسامح داخل السودان ولكن من يقنع عديد من القوى السياسية وحتى قوى موجودة داخل الحرية والتغيير ترى أن مسألة فصل الدين عن الدولة هذه منوط بها برلمان المنتخب مؤتمر دستوري حوار شامل من أعطى حمدوك الحق؟ نعم هذه القضية دائما قضية التفويت تثارب بصورة كبيرة جدا لكن أنا في تقدير أنها واحدة من الأوهام التي تحكم المشهد السياسي الآن هذه الحكومة صحيح هي ليست منتخبة لكنها حكومة ثورة هي حكومة لم يأتي بها صندوق الاقتراع لكنها أتت بها هتافات جماهير والدماء سالت على الأرض بمعنى أنها أقوى تفويضا من حكومة المنتخبة إذن من حقها أن تفصل في هذه القضايا وأنا لا أميل أبدا إلى مسألة تأجيل القضايا إلى حكومة أخرى الحكومة المنتخبة ولو جاءت بمئة في المئة من أصوات السودانين ستكون أقل تفويضا من الحكومة الموجودة الحالية الآن فإذن يجب الآن اختراق كل القضايا بما فيها هذه القضية الأساسية خاصة أن ذلك يحقق السلام لأن مرحلة تجاوز عتبة السلام وأنا سميها اتفاق السلام وليس السلام تجاوز عتبة توقيع اتفاق السلام مهم جدا للسودان في هذه المرحلة لأن الذي ينتظرنا الآن كثير جدا في مجال التنمية وقد تلاحظ أو قد يكون لفت نظرك أن هذه الوثيقة التي وقعتها الآن وهي تكشف أيضا هناك علم من علل السياسة السودانية أنها لم تتحدث عن مصير السكان في المناطق التي تقع تحت يد الحركة الشعبية الآن خلال انتظار عملية السلام بمعنى أن هناك شرط جزائي للجانب الآخر الجانب الآخر هو الشمال الذي لا يعاني من مويلات الحرب المناطق والمدن الأخرى بينما المدن التي تقع تحت مناطق النزاع تعاني وتنتظر وتصبر حتى يجم التوفق بين هذه الأقرار أبعد من ذلك نصت الوثيقة إلى أنه إن لم يتم إقرار فصل الدين عن الدولة فمن حقهم أن يلجوا إلى تقرير المصير انفصال آخر ربما قد يكون في السودان نتكلم عن هذه النقطة وأخيرا نتكلم عن نقطة هل هناك فرق بين الاتفاقين الاتفاقيتين أو إعلان المبادئ الذي وقع في جبا أو الأحرف الأولى في جبا وإعلان المبادئ مع الحلو لأن قرأتهما ولم ألاحظ أن هناك فرقا كبيرا باختصار صحيح ملاحظتك سليمة جدا وأنا أسميها الأوهام هي كانت تكون متشابهة لكن هنا بعض التابهات التي في العادة تتحاول تتجنبها الوثائق السياسية السودانية مذكورة بصورة واضحة وصريحة في اتفاق الحلو لكنها تم التغافل عن هذه الأشياء بصورة واضحة في الاتفاق الآخر لكنها تكمل بعضها وهذا أنا أعتقد من مصلحة السلام في السودان أن لا يكون هناك تعارض هناك اتفاق ويمكن أن تكمل كل الاتفاقيتين الأخرى دون أن يكون هناك أي تناقض بينهما عبدالواحد محمد نور أيضا باختصار أستاذ عبدالواحد ربما ظروفه مختلفة تماما لأنه أجندته متحركة بصورة مستمرة هو أشبه بحارس مرمى ينقل معه خشبات المرمى كل مرة من مكان إلى آخر لا يمكن للهداف أن يعرف أين المرمى أصلا لأن هناك مشكلة في تحديد الأجندة التي يجب أن يتفاوط فيها مع عبدالواحد محمد نور ولذلك يصبح دائما أمام الحكومة لغز كبير اسمه عبدالواحد محمد نور كيف ترد على أولئك أيضا باختصار أنا أقدر معلوماتك وتعاونك أستاذ عثمان كيف ترد على أولئك الذين يقولون ستسكت بندقية واحدة وتنطلق بنادق أخرى عشرات البنادق السودان دولة إسلامية لا يعني التهديد من هذه الزاوية الزاوية التطرف الإسلامي أنا أعتقد ليس واردة الشعب السوداني ليس كثير من الشعباء التي نمى فيها التطرف الإسلامي هنا طبيعة الإسلام والتدين ليست دائما مرتبطة بالبندقية هناك النهج الصوفي في التسامة لكن ربما هذه العبارة تصبح صحيحة في أن حركات المسلحة تولد بعضها البعض بمعنى أنه طالما تم التوصل الاتفاق إلى كثيرا في الماضي كلما تم التوصل الاتفاق مع بعض الحركات شجع ذلك مزيدا من الحركات التي تبدأ من جديد وهذه معضلة يجب أن تحل بصورة جزرية كنت أتمنى المزيد من الوقت حضرتك لأنه لديك كتابات مهمة بخصوص اتفاقيات السلام الاتفاقية الحالية هي أقرب إلى المحاصصة والمناصب ربما نلتقي مرة أخرى أستاذ عثمان مرغني الإعلامي والمحلل السياسي شكرا بك ترجمة نانسي قنقر